قبل اغلاقه لكافة حساباته وثق ناشطون بعض صور وتعليقات احد مجرمي مذبحة الاعدامات الجماعية في حي التضامن جنوب دمشق وكانت الكارثة ما بين ارتكابه مجازر قتل وذبح لمائتين وثمانية وثمانين مدنيا اعزل وهذا للموثق بالفيديوهات فقط ثم بخروجه في صور كعازف على العود او عند مقامات علوية للتعبير عن حجم السلام الداخلي والصفاء الروحي وكأن شيئا لم يحدث او ربما لاعتقاده كما في قرى الساحل وسهل الغاب ان قتل واعدام المدنيين العزل من ابناء الاكثرية السورية عمل يستوجب الثناء والسموة والتكريم المفارقة وبعد انتشار مقاطع المذبحة ومحتوته من مشاهد استمتاع وتنكيت بقتل عشرات المدنيين المكبلي بدأ ان حجم الجريم والخلل تجاوز العناصر المنفذة وضباط وعناصر ميليشي اسد والفرع مائتين وسبعة وعشرين من ابناء الاقلية الطائفية الى تلك التعليقات للموالينة في قرى الساحل وسهل الغاب لتبرير المذبحة والدفاع عن مرتكبيها بشكل غبي وساذج وعلى مبدأ طائفي واضح يؤكد البنية المرضية الخطيرة لتلك الاقلية وجرائمها الموثقة بقتل ما يزيد عن مليوني سوري عاد عن مقطع الاعدامات الاخير حجم الجريم والانحطاط وصلاب الموالين لاستنكار تصوير هكذا اعدامات فالافضل ارتكاب المذابح والمجازر دون تصوير او توثيق حتى لا تكشف مذابحهم ورغم محاولة هذا النوع الحديث عن كاميرات خارجية اثناء ارتكاب المذبح تناسى هؤلاء المتخلفون المتحاذقون ان تلك اللحظات هي نتاج متعة عند القاتل لاشباع مكنوناته الاجرامية تدفعه لتصوير جريمته والذهاب لاكثر من التصوير الى تخزينها والاحتفاظ بها لانه مقتنع بمرضه وفق تربية وعقيدة مختلة تؤكد له انه قام بعمل اخلاقي وواجب طائفي نوع ثاني للموالين تعجب لانتشار فيديو الاعدامات وقال انه لا يختلف عن ضرب حي في حلب بصاروخ او برميل متفجر ونوع ثالث لم يكترث بقتل واحد واربعين مدنيا او اعدام وذبحي مائتين وثمانية وثمانين اعزل في ذات المنطقة او حتى قتل مئات الاف السوريين بالرصاص او الاف اخرين بالقصف والبراميل والكيماوي والسكاكين وذهب لذات فكرة السلام الداخلي والصفاء الروحي عبر مقارنات وهمية خاطئة كقتل ميليشي اسد في معسكر القرميد او قتل الميليشي والمخابرات في جسر الشغور رغم ان هذا النوع كان في جو معركة وبين جهتين مسلحتين اما المميز لتأكيد العمل الاخلاقي والواجب الطائفي فبقصة شق بطون الحوامل وتعليق الاطفال على الاشجار في ريف اللاذقية وعند سؤال هؤلاء عن اسماء وتوثيقات او مجرد صورة اثبات واحدة تنخرس السينتهم بل ويأتي بعضهم لحجم اجرامه وقذارته بصور اطفال بانياس والحولة والغوطة الشرقية الذين قضوا ذبحا بالصواطير او براميلي وكيماوي ميليشي اسد ظنا منهم طبعا اننا نسينا وجوه ضحايانا او وجوه القتل التي ستدرس وتلقى لاجيال واجيال حتى يعرف السوريون حقد اعدائهم والمذابح التي ارتكبتها الاقلية الطائفية الى يوم الدين